للأسف اليوم الكثير من الناس يضع على كل حواسة على سمعة على بصرة يضع موانع نفسية وعقلية تعيق عن تلمس الأفكار الصحيحة للحياة ولذلك هؤلاء لا يظهرون بفكرة يعيشون من أجلها أو يضحون في سبيلها أو يبذلون النفس والمال والوقت والحياة وكل شيء في سبيلها يعيش كثير من البشر عيش عبثية لا تعرف لهم غاية يسعون لها ولا هدف يؤمنون به طغت عليهم من المادية استسلموا لمتطلبات تحقيق العيش فقط يريدوا أن يعيشوا كأن لسان حياتهم يقول ويختصر بالمقولة الشهيرة إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع بشر لا قيمة لهم الذي يبحث عن فكرة صحيحة لا بد له من مقاييس يقيس بها هذه الأفكار هل هي فكرة تستحق أن أعيش من أجلها أن أموت من أجلها ويجب أن يكتشف التجارب والخبرات ويسأل الحكماء ويقرأ للعلماء حتى يتأكد من صحة فكرته ويبحث دوما عن الحقيقة قبل أن أستودعكم الله انشروا إذا آمنت بفكرة فعليك أن تعيش لأجلها وتضحي لأجلها بلا تردد ثم تموت لأجلها